اشتركوا في القناة متكتفين متربطين بيتذكروا ايه هي العروبة الحقيقية يعني ايه احنا عرب يعني ايه احنا بنحب بعضنا البعض يعني احنا ملنشغر بعض زي ما بيقولوا كده في الامثال عندنا في الصعيد بيقولوا دايما انا واخوي على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب ليه انا بقولي المثل ده لان بحب اشوفه وسط العرب بحب اشوف دايما اشقالا عرب متواصلين متحبين متربطين متمسكين مخلصين مخلصين لكل البلدان العربية يعني انا مصري لازم اكون مخلص لكل البلدان العربية عدا دولة حضراتكم عارفينها للأسف الحكومة بتاعتها والملك بتاعها ظالم شعبها وانا مش هتكلم عنها لان احنا يعني اكبر احنا نتكلم على مثل هذه الدويلة اللي بترعى الارهاب والحاقدة على الوطن العرب ولكن بقى العرب الحياة متمسكين ليه انا بقول كده عشان شفت قدر كبير جدا 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 من المحبة على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات المصرية والعربية في انعاء السلطان قبوس رحمة الله عليه ربنا يتغمده برحمته يسكنه فسيحة جناتي ويلهم العرب جميعا الحقيقة مش فقط بس اهله ولا شعب ولكن العرب جميعا يلهمهم رب الصبر والسلوان تابعنا بالامس وخبر وفاة السلطان قبوس سلطان سلطنة عمان والحياة هذا الرجل الذي لقبه بحكيم العرب حكيم العرب ليلا لديه الكثير من المواقف الداعمة لكل الزعماء والشعوب العربية هذا الرجل دايما بيقوله عليه انه هو عاش في صمت وكمان مات في صمت وبعد ساعات قليلة جدا جدا من وفاته تم تنصيب ابن عمه بناء على الوصية اللي تركها السلطان قبوس وتم تنصيب السلطان هيثم سلطانا لسلطنة عمان الحياة قدر المحبة في الأسرة الحاكمة وقدر الاحترام والتقدير لهذا الرجل وخدوا بالحضراتكم عايزة أقول لكم ان القانون العماني بيقول بعد وفات السلطان تترك مهلة ثلاثة ايام حين الاتفاق من داخل الأسرة على سلطان معين ولما لم يتم الاتفاق يتم فتح الوصية اللي تركها السلطان الراحل عشان يشوف هو موصيب مين يحل محله بعد وفاته ولكن تقدير الأسرة الحاكمة والبلاط السلطاني هناك للسلطان قبوس رحمة الله عليه فتحوا الوصية بعد وفاته عشان يشوفوا هذا السلطان العظيم موصيب مين يتولى الحكم بعد وفاته وكان فعلا اختيار يعني جميل واختيار عن استحقاق للسلطان هيثم وزير الثقافة في دولة سلطانة عمان نتمنى رب طبعا التوفيق والسداد ويستكمل السلطان هيثم المسيرة الكبيرة الاسسة السلطان قبوس كمان رد جميل من الدولة المصرية العظيمة لهذا الرجل الحكيم الذي لديه لعديد من المواقف الداعمة تحديدا للدولة المصرية وانا استطردها مع حضراتكم كان للدولة المصرية لازم ان تعلن حالة الحزن وتنعي الشعب العماني وكمان اعلننا حالة الحداد لمدة ثلاث ايام وده ليس بقليل على سلطان او زعيم بقدر حكيم العرب رحمة الله عليه السلطان قبوس استطرد مع حضراتكم بعض المواقف الداعمة عشان نعرف قيمة هذا الرجل وقدي ايه كان الراجل الوطني قدي ايه محب للدولة العربية محب للعروبة ومحب ومقدر للدولة المصرية السلطان قبوس من بين الدولة العربية جمحة كان للسلطان قبوس بن سعيد العديد من المواقف الانسانية والداعمة لمصر على مر عقود حكمه والذي تولى في 23 من يوليو عام 1970 ومن بينها وقوفه بجانب مصر يبقى حرب 73 عندما اصدر السلطان قبوس وقتها مرسوما بالتبرع بربع رواتب اهلنا في سلطانة عمان الموظفين اللي في سلطانة عمان سلطان قبوس امرهم بالتبرع بربع رواتبهم للدولة المصرية إبان حرب 73 ده طبعا بجانب ارسال بعستين طبيتين لتقديم الدعم الطبي في الحرب تخيلوا دولة بقدر سلطانة عمان كل موظفيها برعهم بربع رواتبهم لدعم الدولة المصرية إبان حرب اكتوبر فده جميل لن يخفله المصريين وتقدير واعتزاز وعرفان لهذا السلطان المحترم رحمه الله أيضا في عقاب زيارة الرئيس محمد أنور السادات للقدس عام 1977 والنتج عنها توقية معاهدة كامبي ديفل والتي اتخذت بعدها العديد من الدول العربية موقفا معانديا لمصر وعنات المقاطعة العربية الشاملة احتفظت بقى سلطنة عمان بتلك العلاقات ولم تقطع علاقتها مع مصر في تلك الأزمة ولعب السلطان قبوس دور الوساطة لإنهاء تلك الأزمة العربية يعني الراجل ده مش بس ويف بجنب مصر ودعمها في هذا التوقيت لا كمان ده لعب دور الوسيط في توطيط العلاقات المصرية مع باقي الدول العربية في هذا الموقف السلطان أيضا أعلن فضل مصر في العديد من الخطابات والمواقف اللي قام بيها أقول لحضراتكم في خطاب السلطان قبوس بن سعيد خلال احتفالية العيد الوطن الرابع عشر سلطانة عمان في عام 1984 أعلن عن دور مصر وما كانتها بين الدول العربية والذي قال فيه ولقد ثبت عبر مراحل التاريخ المعاصر أن مصر كانت عنصرا أساسيا في بناء الكيان والصف العربي ولم تتوانى يوما في التضحية من أجله والدفاع عن قضايا العرب والإسلام وأنها لجديرة بكل تقدير الرؤية التي كان يعمل بها السلطان قبوس ويهدف إلى تحقيقها على أرض الواقع والتي خلال كلمته في الاحتفال ذاته تمثلت في التطلع إلى نهج يعيد للعرب وحداتهم ومجدهم بين الأمة لذا فهو حرص على السياسة الهديئة التي اعتمدت على السلام والحكمة والحوار وده طبعا اللي كان ليه جوانب كثيرة جدا وتحديدا على السلطنة وأهل السلطنة في الطفرة الاقتصادية والطفرة الكبيرة اللي عملها السلطان قبوس طيلة فترة حكمه للبلاد وحول سلطنة عمان من دولة زي ما بيقولوا كده مش عايزة أقول فقيرة ولكن دولة بسيطة إلى دولة ما شاء الله عليها لديها العديد من الموارد والإمكانيات والتطوير في كافة الجوانب بجانب الشعب الطيب اللي هو موجود في سلطنة عمان المحب لهذا الشعب أو محب للأمة العربية ومحب تحديدا للشعب المصري يمكن ناس كتير جدا حاكيت لي مقربين ليا كمان كانوا موجودين في سلطنة عمان واشتغلوا في سلطنة عمان وأدي إيه بيبرهنوا وبيؤكدوا إن فعلا شعب العماني بيعشق الشعب المصري وأدي إيه الشعب العماني في صفات كثيرة جدا من الشعب المصري وهي الطيبة اللي بيتحلى بيها الشعبين الشقيقين أيضا قال السلطان قبوس مصر زعيمة الدول العربية خلال أحد اللقاءات التلفزيونية المسجلة للسلطان قبوس بن سعيد أعلن فيها أن العرب أمة كبيرة ولكن تلك الأمة لا تسوى شيء بدون مصر قائلا العرب أمة كبيرة لكنهم بدون مصر لا شيء مثل قطعة الخبز التي تتناثر لذلك لابد أن يبنى النسيق بين العرب ومصر على تلك القاعدة إننا أمة كبيرة وأن مصر هي الزعيم دي المواقف الكبيرة اللي قدمها السلطان قبوس رحمه الله للدولة المصرية من مساندة ودعم وحب وتقدير واحترام ومكانة كبيرة احتلها كمان السلطان قبوس ليس فقط في نفوس الشعب العماني وليس فقط في نفوس الشعب المصري ولكن في نفوس الأمة العربية لذا كانت وفاة هذا الرجل والزعيم الراحل السلطان قبوس بمثابة صدمة كبيرة لأبناء الوطن العربي بابقى مبسوط جدا وبكررها وبابقى فخور لما العرب بيكتموا على حاجة بيحبوها زي السلطان قبوس رحمة الله عليه وكلنا زعلين عن وفاته وفات السلطان قبوس برضو لها الكثير من الدلات أهمها أن مهما كنت في مجد وجاه كل ده زائل الرحلة وصيارة جدا وده رسالة الحقيقة لكل حكام العرب ورؤساء العرب بل رؤساء العالم أجمع أن مهما كان جاهك ومالك وسلطانك ده رحلتك في الحياة قصيرة لازم تبطعز وأن آخرك قبر مترين في متر كما يقال وأن آخر الجاه الموجود في الدنيا ده هو محاسبة من ربنا سبحانه وتعالى عماذا قدمته للشعب اللي كان مسؤول من حضرته أتمنى يا رب أن تكون وفات السلطان قبوس انطلاقة حققية لكل زعماء ورؤساء العرب في تحديد المصير لذاتهم في المقام الأول وتحديد المصير لشعبهم وأن يكون لديهم وقفة مع ذات في المقام الأول هل أنا فعلا قدمت لشعبي ما يستحقه؟ هل أنا رأيت ربنا سبحانه وتعالى في شعبي؟ نتمنى يا رب أن كل واحد كده زعيم وكل واحد رئيس وكل واحد ملك وكل واحد سلطان أن يتخذ من وفاة السلطان قبوس عبرة عبرة أن احنا كلنا ميتين فأعتقد لما يكون الواحد عنده ميت بيعرف قدي إيه أن الدنيا دي ورحلتها قصيرة جدا 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 حتى لو طالت مدتها وحتى لو اختنمت الكثير من المال والجاه أخرك أنك أنت هتموت وكلنا أموات زي ما بيقولوا ولاد أموات كل رب التوفيق للأمة العربية كل رب التوفيق لرؤساء وأمراء وملوك العرب في تحديد المصير الأمثل لهذه الأمة نتمنى في المرحلة القادمة إن شاء الله أن يكون هناك تكاتف عربي أمثل يليق بمكانة هذه الأمة العريقة يليق بمكانة دول عربية عظيمة ربنا سبحانه وتعالى حباها بالخبرات حباها بالخيرات حباها بالإمكانيات حباها بالشعب العربي المحترم العاشق لبلاده ولكن محتاجين نحن نتوحد على كلمة واحدة وهي الأمة العربية يعني أمة عربية معناها كبير جدا 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 كل الزعماء العربية وكل الزعماء المصريين أكدوا على قيمة الوحدة العربية والمحبة على رأسهم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ثم من بعد أنور السادات وكذلك يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا القائد الوطني المحترم المحب لبلاده في المقام الأول والمحب للوطن العربي والمحب للسلام للعالم أجمع مصرنا الحبيبة دايما بتكون كل التقدير والاحترام لكل الزعماء العرب اللي بيقفوا بجوارها لن تنسى ولا تغفل ولو لحظة واحدة دور كبير اللعبه زعماء العرب على مر العصور تجاه الدولة المصرية عشان كده بنحب نرد الجميل عشان كده بنقول لكل مواطن عربي وكل الزعيم عربي بيحب وعاشق لهذه البلد مصرنا الحبيبة كل الشكر والتقدير والإحرام والإجلال لحضراتكم كل التوفيق للدولة المصرية مصر دائما على مر العصور هي اللي تبرهن أنها ميزان هذه الأمة وإن مصرنا الحبيبة المحبة عن جدارة وعن استحقاق لهذا الوطن العربي إن شاء الله بإذن الرحمن مستمرين في البناء مستمرين في تحقيق الإنجازات وإن شاء الله عام 2020 يكون كل خير وسلام ومحبة ليس فقط على مصر والأمة العربية ولكن بالسلام يا رب العالمين على العالم أجمع نسمع أغنية ونرجع نكمل مع حضراتكم